اشتركوا في القناة وتتشتت وتتسيد مصالح فئوية أو حزبية على مصالح عامة لهذا البلد والعناد والعناد المتبادل والعناد المشترك كل واحد فيه طريق للأسف شديد ومن هنا ومع الفرق ولكل هؤلاء الصحابة المثل الأعلى احنا مشتتين حوالين تأسسية الدستور مشتتين حوالين الحكم على مبارك مشتتين في علاقتنا وموقفنا بالقانون مشتتين في علاقتنا بعض مشتتين في علاقتنا بالمجلس العسكري مشتتين في تقدرنا للانتخابات الرئاسية نحن نسمع الآن عن أن الانتخابات الرئاسية بعض المرشحين يقولون أن الانتخابات الرئاسية فقدت شرعيتها تماما وهناك معلومات لدى حملات بعض المرشحين حمدين صباحي وابن نعم بفتوح بأن هناك مليون صوت باطل الله أعلم بالحقيقة يعني الشهادة التي شهدها العالم على هذه الانتخابات شيء وما نسمعه الآن شيء تاني قد يكون هذا في الصالح العام وقد يكون هذا في صالح عدالة الانتخابات ولكن قد يكون أيضا يعني كل ده ناتج عن تأثيرات صدمة النتائج لأن النتائج طبعا كانت صدمة الحقيقة نحن يجب أن نتعلم من دروس التاريخ ويجب أن نعرف كيف تفرق الأولون وكيف تشتت شملهم بفعل السياسة وكيف فرقت بينهم المصالح وكيف تقاتلوا وتحاربوا ورفعوا السيوف ورفعوا المصاحف على أسنة الرماع وقتل فيهم من قتل من غير ما نذاكر التاريخ ده هنفضل للأسف الشديد داينين في نفس الدائرة المفرغة وإلى ما لدينا اليوم الجامعية التأسية الحقيقة احنا في الجامعية التأسية عملين ندور البيضة قبل الفرخة ولا الفرخة قبل البيضة العربية قبل الحصان والحصان قبل العربية وكل واحد فينا فقد الثقة في التاني كل القوة السياسية فقد الثقة في بعضها كل واحد خايف لو نروح هنا فنميل للنحية دي لو نروح هنا فنميل للنحية دي ونفيش حد خالص عايز يوصل للنقاط وسط ونبارحكونا بنتكلم على أن كلنا عايزين حلول سحرية ومفيش حد عايز حل الوسط هنشوف تقريبا